تفاح يومياً كل يوم تبقي الطبيب بعيداً عنك حقيقة أم خرافة؟ ربما تعرفون المقولة الشهيرة التي تقول تناول تفاح يومياً تغنيك عن زيارة الطبيب والمقصود هنا الطبيب القلب وقد انتشرت حول العالم حتى أصبح البعض يعتقد أن الاكثار من تناول التفاح يقي من الأمراض ما هو أصل هذا المثل؟ ورد في مجلة Notes and Quarries المطبوعة سنة 1866 المثل الأصلي وكان كالآتي تناول تفاح واحدة قبل أن تخلد إلى الفراج ولن يستطيع الطبيب كسب قوتك بعد ذلك طرأ عدة تغييرات على المثل منذ سنة 1913 مع أن الأبحاث تشير إلى أن الاكثار من تناول التفاح ليس مرتبطاً بزيارات أقل للطبيب فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يحسن من صحتك نظراً إلى فوائده الجمع ما هي الفوائد الصحية للتفاح؟ يشتهر التفاح بفوائده التي تحمي صحة الشخص على المدى الطويل فهو يعد غنياً بالألياف ومضادات الأكسد والفيتامينات والمعاذن إذ تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على العناصر الغذائية التالية سعرات حرارية بقيمة 95 سعرة حرارية الكربوهيدرات بقيمة 25 غرام الألياف بقيمة 4.5 غرام فيتامين سي بقيمة 9% من القيمة الغذائية اليومية النحاس 5% من القيمة الغذائية اليومية البوتاسيوم 4% من القيمة الغذائية اليومية والفيتامين كا 3% من القيمة الغذائية اليومية يعد الفيتامين سي من مدادات الأكسد الطبيعية التي تسهم في القضاء على الجذور الحرة إضافة إلى مقاومة الأمراض يعد التفاح أيضا مصدرا غنيا بمضادات الأكسادة مثل الكيرسيتين وحمد الكابيك والإبيكاتشين تناول التفاح وحماية القلب أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول التفاح يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة وجدت دراسة أجريت على أكثر من 200 ألف شخص أن تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة مثل التفاح يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية تساهم مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح في التخفيف من التهابات وتحسين صحة القلب يعد التفاح غنيا بالألياف التي تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليستيرول الذين يعدان من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب كما يعد التفاح غنيا بمضادات الأكسادة مثل مركبات الفلافونويد اذ تقي الجسم من نمو الخلايا السرطانية بيّنت مراجعة 41 دراسة انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئالة للأشخاص الذين استهلكوا كميات كبيرة من التفاح وأفادت دراسة أخرى أن الاكثر من تناول التفاح مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تشير العديد من الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات قد يقي من سرطان القولون والمعدة والرئتين والفم والمريء لكن هذه الدراسة بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيدها ما هي الفوائد الصحية الأخرى؟ يحتوي التفاح على سعرات حرارية قليلة إضافة إلى أنه غني بالألياف إذ يعزز الشعور بالشباع لذا يعد خيارا جيدا لمن يرغب في خسارة الوزن وجدت عدة أبحاث أن تناول الفواكه يحافظ على صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام نظرا إلى احتوائها على الفيطامينات والمعادن وجدت الدراسات أن تناول التفاح يساعد على تخفيف الإجهاد التأكسودي وعلى هذا يحمي الخلايا العصبية يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويعكس علامات التقدم في العمر ويعزز كفاءة عمل الدماغ إضافة إلى أنه قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو أشارت دراسة إلى أن تناول التفاح واحد يوميا يقلل خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني بنسبة قاربة الثلاثون بالمئة مقارنة بمن لم يتناوله إطلاقا لا يرتبط تناول التفاح بأي أخطار أو آثار جانبية لكن الاكثار من تناوله في فترة زمنية قصيرة قد يسبب العديد من الآثار الجانبية الضارة متضمنة الانتفاخ وغازات وآلام في المعدة نظرا إلى أن التفاح غنية بالألياف يحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات لذا فإن من يتبعون نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ينبغي لهم أن ينتبهوا إلى الكمية التي يتناولونها من التفاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر